اشتركوا في القناة نعمل نتيجة كويسة نلعب بجدية ما نقولش منتخب ضعيف منتخب صغير عشان انا ممكن افكرك بالسفي بتاعنا مع المنتخبات الصغيرة احنا مع المنتخبات الكبيرة ما شاء الله جامدين قوي نيجي عالمنتخبات اللي مفهود نكسبها واحنا حاطين رجلة على رجلة وبن ايه بنهضر في التصفيات ان شاء الله من المباراة الاولى قدام جيبوتي لا نكسب واحنا مرتاحين كده والاهم نكسب كمان بنتيجة خلينا حاسين ان احنا داخلين بقوة والناس كلها تخاف مننا كل المنتخبات تخاف مننا ان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله بالمناسبة بما اننا نتحدث عن منتخب مصر والله حتى انا داخل ما كنتش لسه محضرة بس جات في بيالش هجماعة روي بيتوريا المدير الفني المنتخب مصر ياخد اللعيبة اللي هو عايزها تاني ياخد اللعيبة اللي هو عايزها نتفق نختلف مش حكايتنا احنا حكايته هو هو اللي هيتحاسب هو اللي هنقول له انت غلطان لما منتخبنا لقدر الله يخفك ونقول له انت عظيم لما منتخبنا انت شاء الله يحقق الانجاز بالمناسبة تحديدا على حكاية فتوح وصبح وانا فاكر من اسبوعين قبل حتى ما الحكاية دي تحصل او قبل ما يختار قائمة المنتخب قلت لكم اللي يعوزه يعمله اللي يعوزه يعمله هتقولي ما اخدت صبح وفتوح ومشكلتهم مع الزمالك ومقدر واحنا قلنا هنا انها مشكلة كبيرة واللعيبة غلطانة والزمالك خد موقف تاريخي بس المنتخب ملوش دعوة طيب يعني ايه منتخب ملوش دعوة انا عايز اشرح على حضرتك برضو عشان ما تاخدش الكلام مني كلام نعم كده او بس اللي هو ايه يعني بشجع منتخب مصر وبس لا هقولك بالعقل يعني تعاني نحسبها بالعقل راجل روي فيتوريا على مدار المعسكرات الماضية كلها عنده ظاهير ايصر اساسي او احتياطي احتياطي اول يعني هو فتوح تمام عنده حارس بيشتغل معاه في كل المعسكرات اسمه محمد صبحي بغض النظر عن اللي عمله مع نادي الزمالك او حتى عن مستوى في الفترة الاخيرة بس ده اللعب بتاعي ده اللعب بتاع في الايتي ده اللعب اللي فهم شغلي تمام فجأة قبل 3-4 ايام من اختيارك قايمة بتقوله لا لا استنى مش مفوط تاخد فتوح مش مفوط تاخد صبحي يا فنم ده انا اصلا محضر خططي وطرقي وافكاري وشغلي عليهم ده انا ما كنتش مركز مع حد تاني عشان انا عارف ان دول معايا فجأة يعني حتى بفيش فترة زمنية ده معناه ايه معناه ان بعد المعسكر ده بعد المباراتين القادمتين ممكن اصلا متشوفش صبحي وفتوح في المنتخب تاني انا على فكرة ازعل انهم بيش في المنتخب تاني ازعل على مستوى الفني او على انهم باوضافة للمنتخب بس ما ازعلش عليهم انهم اصروا في حق نفسهم وفي نديهم ومنتخبهم وكل شيء بس هيبقوا ما بيلعبوش ما بيشاركوش فيتوري راح بص على ناس تانية بدايل شفت حارس اخر شفت زغير ايسر اخر بقى عندي المساحة بتاعت الوقت اللي تخلينا فكر في بدايل عشان هم كمان مش يبقوا بيشاركو فبط طبيعي يعني ما نكبرش الموضوع نركز مع منتخبنا انه اي واحد بيلبس شرط منتخب مصر يا جماعة تعودوا احنا نقول الكلام ده وتو حرارك عارفه وانا عارفه وكننا عارفينه بقى انه ميت سنة اللي هو ايه لبس تشيرط منتخب مصر انسى ان اللاعب ده لعب نديك او لعب النادي المنافس انسى اصلا ده اسمه لعب منتخب مصر وتعامل على هذا الاساس لحد ما يسير منتخب مصر بيه المناسبة افرد مثلا جيه لعب في منتخب مصر وعمل حركة كده ما فاشلت زي ساب المعسكر بتاع المنتخب ومش اعترض على المدرب اتكلم بطرية مش كويسها مع زميله فالمدرب قاله لا انت مش تخش معايا المنتخب تاني اتحاد عقبه مثلا وقال له انت موقف عن منتخب مصر هل ندي هل ندي لما هيرجع لي ندي هيوقفه هو كمان فكر كده فيها بالراحة فكر فيها بالراحة لعند بقى ده ده اولى يعني اللي اثر مع منتخب مصر المفروض يعني يتعاكم الدنيا كلها من كل الاندية اللي في مصر لكن كده كده كل واحد بيبص لمصلحته تخير بقى لما الموضوع يجي لمصلحة منتخب مصر كلنا ورا منتخب مصر دي جزئية